قصة حقيقية يرويها الدكتور عبد الرحمن الكيلاني وهو من جراحي العظام المشهورين بالقصر العيني يقول أنا من أسرة ثرية حصلت على الماجستير والدكتوراه من جامعة كامبريج ببريطانيا واخترت تخصص العظام وعشت في بريطانيا أكثر من عشر سنوات ثم عدت لمصر وتم تعييني مدرسا لجراحة العظام بالقصر العيني كنت صريحا لا أقبل المجاملات ولا أحب المزاح ولا الهزل وكنت مسلما تقليديا أصلي وأصوم رمضان وأقرأ القرآن وحجشت البيت تزوجت من ابنة عمي ومر على زواجنا عشرة أعوام لم نرزق فيها بطفل ولم أدخر جهدا في عرضها على كبار الأطباء داخليا أو خارجيا ثم استسلمت لقضاء الله دعيت لمؤتمر لجراحة العظام بجامعة السيوت فركبت القطار وأخذت أبحاثي معي وفجأة جلس بجواري رجل من صعيد مصر يبدو على وجهه التقوى كان يتوكأ على عصى ويستند على ذراع ابنه وبعد دقائق راح يتلو أدعية وأورادا بجانبي فأحسست بالضيق ولم أعد أركز في القراءة وكأنما شعر الرجل بهذا فقال لي مبتسما صوتي أزعجك رددت بمنتهى الصراحة نعم فاعتذر ثم راح يتمتم بصوت غير مسموع فأحسست بالراحة وفجأة استغرق في نوم عميق وسمعته يتكلم بصوت خفيض وعليك السلام يا سيدي يا رسول الله سمعا وطاع بشرك الله بكل خير لم يسمعه أحد سواي فقلت يا إلهي إن الرجل كان مستغرقا في نومه لم يكن يتصنع ربما كانت رؤية طيبة ثم استيقظ الرجل وأصبح النور يشع من وجهه وقال لابنه بصوت منخفض الدكتور عبد الرحمن الكيلاني راكب معنا في هذا القطار وسيجري لي العملية غدا صدمتني تلك العبارة بشدة أتكون رؤية حقا لذلك قلت له أنا الدكتور عبد الرحمن الكيلاني فأخذ ينقر أرضية القطار بعصاه ويتمتم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سألته لعل رسول الله الذي أخبرك بهذا فرد مسرعا نعم هو وحملني لك رسالة يقول لك استوصي بالشيخ راضي خيرا فسألته هل أنبأك الرسول صلى الله عليه وسلم أني سأجري لك العملية غدا قال نعم وأرسل معي أمارة لك بالأمس كنت تقف مع زوجتك بالشرفة وترفع يديك بالدعاء أن يرزقك الله بطفل مثل ما رزق زكريا بيحيى عليهم السلام ثم هوت يدك على كوب الشاي الساخن على حافة الشرفة فسقط في الشارع بعد أن حرق يديك جحضت عيني وتجمدت أناملي وجف فريقي وانتابتني رعشة ورحت ألمس يدي الملتهبة ووجدت كل جسد يتهاوى أمام ذلك الرجل البسيط ولأدري كيف استيقظت شرقية فجأة أنا خريج جامعة كامبرج والحاصل على زمالة الجراحين الملكية حيث انحنيت على يديه أقبلها والدموع تملأ عيني وسط ظهول من يرانا من الركاب ثم راح يمسح رأسي وقال ولك عندي بشرى خاصة أخبرني بها الحبيب صلى الله عليه وسلم لقد سمع الله دعاءك وسيمن عليك بمحمد ويحيا معا فأمسكت بالهاتف واتصلت بزميل رئيس مستشفيات السيوت لأطلب منه أن يحجز غرفة باسم الشيخ راضي لأني سأجري له عملية غدا وأنا من سيتولى كافة تكاليفها وبعد المؤتمر أغلقت هاتفي ودخلت غرفة العمليات ثم انهيت العملية بنجاح ثم جاءني زميل دراسة وأخبرني أن زوجتي اتصلت بي عشرات مرات وكان هاتفي مغلقا فأسرعت لأكلمها ولكنها صاحت يا عبد الرحمن أنا حامل أجريت اختبار حمل بعد أن شعرت بألم يمزق جنبي والحمد لله أنا حامل ابتسمت وتراء لي وجه الشيخ راضي فقلت لها أعرف وحامل بتوأم ستلدين محمدا ويحيا ومنذ ذلك اليوم وأنا أحافظ على صلاة الفجر في المسجد وعلى كل الصلوات حيث كنت أجمع بعضها لظروف عملي وبعد عدة شهور وضعت زوجتي توأما سميتهما محمدا ويحيا وعمرهما الآن خمس سنوات يصلون معي ويحفظون الكثير من القرآن بفضل الله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير خلف نافذة أحد الفصول بمدرسة ابتدائية للبنات كانت تجلس طفلة مسكينة وجميلة بلغت سن المدرسة ولكنها لم تلتحق بها بسبب وضع أسرتها المادي حيث أن والدها توفي ولها ثلاثة إخوة أصغر منها وكانت هذه الطفلة تبيع خبزا لأمها في الصباح لتساهم مع أمها في الإنفاق على إخوتها وفي أحد الأيام دخل معلم تقي صالح يدرس مادة الرياضيات إلى فصل الصف الثالث وسأل المعلم تلميذاته سؤالا وخصص لمن تجيب عليه جائزة ولكن لم تجيبه أي تلميذة داخل الفصل وفوجئ بالطفلة التي تبيع الخبزة تطل من النافذة وتشير بأصابعها للإجابة وكانت إجابتها صحيحة قرر المعلم رعايتها والتكفل بكل ما يلزمها من مصروفات مدرسية من مرتبه وطلب من المدير قبولها في المدرسة حتى ولو مستمع فوافق المدير وذهب المعلم إلى والدتها وأخبرها بذلك وتولى أحد إخوتها بيع الخبز مكانها وبعد سنوات أنهت الطفلة المرحلة الابتدائية وكان ترتيبها الأول بين زميلاتها واستمرت على هذا التقدم حتى نهاية المرحلة الإعدادية وهنا فارق المعلم أرض الوطن ليعمل معلما بدولة عربية ولأن في ذلك الوقت لم يكن هناك هواتف بقرية تلميذته انقطعت صلته بها لمدة 12 سنة وبعدها عاد إلى وطنه وبعد يوم واحد من عودته ترك العاصمة وذهب إلى قرية تلميذته وسأل عنها وعن أسرتها فذكروا له أن هذه الأسرة قد رحلت إلى العاصمة منذ سنوات وانقطعت أخبارها عنهم عاد المعلم إلى مسكنه بعاصمة حزينة وفي أحد الأيام شعر بألم في معدته فذهب إلى المستشفى مع أحد أبنائه وأثناء جلوسه في الانتظار إذا بطبيبة على قدر من الجمال تحدق إليه بشوق كبير فسأل الإبن أباه إن كان يعرفها فأخبره بأنه لم يرها من قبل بعد تدقيق من الطبيبة على الرجل الذي اكتسى بالشيب أسرعت إليه وعنقته وهي تبكي بصوت أثار دهشة كل من كان بالمكان وظن الجميع أن هذا الرجل هو والد الطبيبة وبينما المعلم في دهشة كبيرة قالت الطبيبة له أنا الطفلة التي كنت سببا في دخولها المدرسة وصرفت عليها من مالك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه بفضل الله ثم رعايتك واهتمامك وموقفك الإنساني الفريد أنا ابنتك بائعة الخبز خلف النافذة لقد كنت أدعو الله لك بكل الخير عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه وأنا مهما فعلت لن أستطيع رد معروفك بكى المعلم ولم يصدق ما يسمعه ومن فرحته زال الألم عنه ثم دعته الطبيبة هو وابنه إلى منزلها وأخبرت أمها وإخوتها بالمعلم الإنسان الذي وقف معهم وكان سببا في تغيير مجرى حياتهم واحتفلت به الأسرة احتفالا كبيرا ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قدم تاجر إلى مكة بإبل له يبيعها فاشتراها منه أبو جهل ثم رفض أن يعطيه ثمنها ذهب التاجر إلى الكعبة حيث تجلس جماعة قريش ورسول الله جالس في ناحية من المسجد فقال الرجل يا معشر قريش هل من رجل ينصفني من أبي جهل ويأخذ لي حقي منه فإني غريب فأشاروا إلى رسول الله مستهزئين وقالوا له أترى ذلك الرجل؟ اذهب إليه فإنه يستطيع أن يأخذ حقك من أبي جهل وهم يعلمون سفاهة أبي جهل وشدة عداوته للرسول فأقبل الرجل على رسول الله وقال له يا عبد الله إن أبا جهل غلبني على حق لي واغتصبه مني وأنا رجل غريب وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يأخذ لي حقي منه فأشاروا إليك فخذ لي حقي منه يرحمك الله لم يخيب الرسول الكريم أمل الرجل ولم يهتم باستهزاء قريش حيث قام معه حتى وصل إلى دار أبي جهل وطرق بابه فقال أبو جهل من بالباب؟ فقال النبي محمد أخرج إليه فخرج أبو جهل وقد اصفر لونه وكأنما سلبت روحه فقال له الرسول أعطي هذا الرجل حقه فألقى الله الرعب في قلب أبي جهل فسرعان ما أجاب لا تبرح يا محمد حتى أعطيه حقه وأعطاه ماله كاملا انصرف الرجل راطيا النفس منشرح الصدر شاكرا لرسول الله مناصرته للضعفاء وحسن مرؤته فلما علمت قريش بما كان من أمر النبي مع أبي جهل عجبت وقالت له ما لك يا أبا الحكم فقال ويحكم والله ما هو إلا أن ضرب على بابي وسمعت صوته حتى امتلأت نفسي رعبا وأسرعت أوف الرجل حقه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترجمة نانسي قنقر